السلام عليكم و veg man higher اشياء ст came to to us بانه الناس الكل تحكي عليك انه وسائل الاعلام السامعية والبصرية والبلاتوات يحكيوا عليه وتكوني محل انظار الناس الكل والناس الكل كما قلت تحكي عليك لك وبطبيعة تحكي عليك بالباها هذا ح 맞아 ولكن ذنبLA عندما مرح grey والخيب المهم� احكي عليهم 700 ما هو هذا الدخل اللي دخل هنا حاجة باية انهم الناس الكل يحكيوا عليك وحاجة باية انك تكون محل انظار الناس الكل ما هو سيوخينا الناخب الوطني متاع المنتخب التونسي منظر الكبير عنده مديدة يظرف النوم عنده مديدة ما ثم حتى حد حكي عليه حبي حير اسمه سيد والدي ما دامنا نسينا كركش على روحك يا معلم ننصح فيك راني وكل خبيزة حتكشي ليجي كاسة افريقيا الكامرون الفين واثنين وعشرين ووقتها اموها تكون معدي ستة شهور مع المنتخب التونسي على اقل القليل تكون ماخو ستة شهريات ما عند الجامعة التونسية لكورة القدم مقعد ورقد منظر الكبير وعمل تصريح بصراحة مبام تجانب تصريح هذي شنو حب يرمز به بالضبط التصريح متاع وقال راني نتبع في الملعبية الي يونشتوا في البطولة التونسية والمنتخب ابواب ومفتوحة للملعبية المحاليين موش كان الملعبية الي يلعبوا البر به كلام الى حد الان به كيف كيف حب يوصل لها راني قاعد نحرك راني قاعد نشوف في الملعبية شكون الملعبية الي قاعدة تعتي في راندمان مع الانديام تاخش يجب الملعبات التي تقدمون الإضافة للمنتخب كيف كيف؟ يا أخويا كيف كانوا الملعبات التي تقدموا الإضافة للمنتخب واللي قاعد تتبع فيهم من مقابل المقابل يا سيدي أخويا منذ الكبير سيب سكندر العبيدي واللي قاعد يقدم في الإضافة مع النادي الإفريقي وملاعبي كومبيتيتيف كيف كيف سيب أيمن السفاقسي هدائه في البطولة التونسية مرتضى بنوانيس واللي انتقل حديثا للنادي قاسم باشا التركي الملعبية هذوما اللي نجموا يقدموا الإضافة للمنتخب التونسي محكيش عليهم وممكن ما تفرجش عليهم جملة وعدة وركز على أربعة ملعبية شبان وهوما شهاب اللعبي سند لخميسي ومدافع الاتحاد المنستيري حسام اتقاء ولاعب النجم الرياضي الساحلي محمد الحاج محمود يعني سيب الملعبية اللي حكيت عليها ملون وركز مع الملعبية الشبان واللي حتى في قائمة موسعة متعامية لعب ما عندهم شي اللي بلاصم تاحهم ويقول لك راني انتبع فيهم وباب المنتخب محلول للملعبية هذوما يخي بجاه ربي يا منظر الكبير يخي للدرجة تستبله فينا يخي للدرجة ما نفهموه شكورة يخي كتقول شيهاب العبيدي اللعب معاقب من نادي الإفريق اللعب عنده مشاكل مع نادي الإفريق اللعب ما نشعر فينا عليه الموسم القادم مش يقعد في الكلوب أفريقا وإلا باش يمشي على روحه واللاعب يلعب في صنف الأمال يلعب في الاسبوار بجاه ربي برصمك يا منظر الكبير وين تتبع فيه يخي مشيت للبارك متاع الكلوب أفريقا وتتبع فيه في اللونتر الموه متاع الاسبوار متاع الكلوب وبربي باش اتعايت له للمنتخب علاش على خاطر سجل زوز ولا ثلاثة أهداف في المنتخب ننصحك يا منظر الكبير ما دامنا راقدين ما تشلقش كل خبيستك والبديا معلموا ما تشلقش لنعود ونرجع ونبربش وعليك وراهو ما هواشي في مصلحتك في مخبر سر الجماهير التونسية وهو انه لعبنا الدولي ليس السخيري لعب كولن الألماني على لسان المناجير متاعه فالي رمضان واللي عنده علاقات في البطولة الإيطالية وعنده علاقات طيبة خاصة مع إدارة نابولي فالي رمضان المناجير متاع ليس السخيري اقترح اسم الموكل متاعه على الإدارة متاع نابولي وعلى شلال نشوفه اليس السخيري في البطولة الإيطالية بعد ما جاته عدة عروض من ليون الفرنسي من سوثامتون الأنجليزي من شبيليا الإسباني ولكن النادي متاعه كولن تشبث باللاعب وقال ما نصرحه إلا بمبلغ 20 مليون دولار ولكن بكنا نعرفه المبلغ المقترح من نادي الانترسيب اليس السخيري هو السوثامتون الأنجليزي 13 مليون دولار نجيوا تول أخبار النادي الإفريقي واللي على قريب باش نشوفه ثلاثة ملاعبية زيرية مع الجروب متاع النادي الإفريقي وهوما إبراهيم فرحي وشريف الوزاني وشمس الدين انغيز الملاعبية هدوما اللي النادي الإفريقي منجمتش تهيئهم بحكم منع الانتداب وفرطت فيهم إعارة لنادي مستقبل الرجيش والمتلوي والأولمبي الباجي واللي بصراحة من رأي الشخصي الملاعبية هدوما ينجموا يقدموا الإضافة للنادي الإفريقي الملاعبية هدوما قدموا الإضافة للأنديا اللي يلاعبوا فيها ولكن اللاعب الأهم اللاعب المهم هو جابريال كايك اللاعب أهلي بنغازي الليبي اللاعب هدوما هو أصلا اللاعب النادي الإفريقي ولكن النادي الإفريقي بحكم كيف كيف ما نجمش يهايئ وكيف وكيف الملاعبية زيرية فرط فيه إعارة للنادي الليبي واللي بصراحة قدم مردود كبير برشا مع النادي متاعه اللاعب هدوما ممكن نجم أكثر لعب ينجم يقدم الإضافة للنادي الإفريقي ولكن ما ثم حتى خبار على ملاعبي هذا يندره بشي يرجع للنادي الافريقي يندره فرت فيه النادي الافريقي على خاطر كما قلت ما ثماش حتى خبار وان شاء الله في الايام القادمة القليلة ان نعرفوا الاخبار صحيح ومع العلم انه ادارة النادي الافريقي في شهر ابريل قالت اللاعب هذية حاشتي بيه اللاعب هذية باش الرجعوا ولكن الى حد الان ما زال ما ثم حتى شي على خاطر بصراحة الملاعبي هذية تفرجت فيه في فيديوهات ملاعبي يرجسير يلعب ديس وسط ميدان هجومي الملاعبي هذية عنده فيزيون كبيرة الملاعبي هذية من اي بلاسة في اي وقت ينجم يخرج المهاجم راس وراس القول الملاعبي هذية بصراحة ما هوش كما الملاعبية الافريقي كله قوة بدنوا في مخاخهم عندهم حتى شي الملاعبي هذية بصراحة حسب ما تفرجت فيها وفكرني بول بوكبا اللاعب مانشستر يونيتد الانجليزي والمنتخب الفرنسي ونعاود نقول هراو ستيل دو جيمتاعو لبروفيل متاع الملاعبي ما قلتش نقارنوا ببول بوكبا بش بعد في الكومنترات ما تبدأوش حاد وما يعرفكم تي برا عاد جيبوا بول بوكبا للنادي الافريقي وسايب عليكم من جابريال كيك كيف وهو كيما بول بوكبا على خاطر بصراحة قليل برشا باشتلقى ملاعبي افريقي عنده فنيات كبيرة هاكم شفتوا يا اخوة هاكم شفتوا باسيرو كومباوريشني يعمل فينا هاكم شفتوا خالد عبد الباسط اللاعب التارس جريادي التونسي هاكم شفتوا الملاعبية الافريقاء اللي يلعبوا في البطولة التونسية سفر فنيات ولكن الملاعبي هادين عاودوا نقولها عنده فنيات محترمة ومحترمة جدا وينجم يقدم الاضافة للنادي الافريقي وان شاء الله نشوف ولا نسمع اخبار به على اللاعب تول اخبار الناج مرياضي الساحلي واللي تعاقد مع المهاجم فيني بونجونجا نتصور هكا الاسم انطقته صحيح الملاعبي هادا اتفرجت كيف كيف لفيديوهات متاعه ولاو انه الفيديوهات ما يعطيوشي لملعبي 10% ولكني بايدنك الملاعبي عندو فى سقيه ولا ولملاعبي هادا المهاجم هادا عندو فى سقيه المهاجم هادا لعب الهيلال السوداني السابق وبكننا نعرفو الهيلال السوداني ماジيب كان اللاعب وخوه مجيب كان ملاعبية ينجم وقدموا الاضافه للنادي الهيلال وبصراح عاودة ملاعبي هادا ياخذ ل应وض ونقولها باش يقدم الاضافة للنجم الرياضي الساحلي واللي قاعد يخدم في صمت نعود نقولها كان يدل على حاجة يدل انه النجم الرياضي الساحلي منافس حقيقي على البطولة التونسية الموسم القادم ولكن ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي ما يعملش في كل موسم يجيه في فترات ويخمجها يبدأ ماشي اموره باضحة بطبيعة مش نكونوا واضحين رهو اول فريق نحبه اموره واضحة هو نادي الفريق ولكن نحكي بصيفة عامة وتوا ما دامني نحكي على النجم الساحلي نحب نقيم النجم الرياضي الساحلي والاخطاء اللي قاعد يقوم بها في كل موسم هاو موسم يلعبوا على البطولة وقتها ايامات زياد الجزيري وممشيوش منعرفش ملعبوش بطولة وتحرموا من ثلاثة نقاط والثلاثة نقاط هذوكم كانوا مهمين ومهمين جدا وحرموهم من البطولة كيف كيف شوفنا الموسم الفارت النجم الرياضي الساحلي كان منافس حقيقي للترجل رياضي التونسي على البطولة ولكن حكم فيه ثلاثة مقابلات وهي مقابلة الترجل رياضي التونسي واللي لسعد الدريدي ما عرفش كيف يتصرف مع المقابلة هذي كيف كيف مقابلت النادي الافريقي واللي كان منتصر فيها اثنين بلايش ورجع عليه النادي الافريقي وفات المقابلة اثنين اثنين النجم الرياضي الساحلي نعاوذي نقولها فاريق يمشي اموره واضحة ولكن ديما في فترة من فترات البطولة يخمجها ان شاء الله الموسم القادم النجم الرياضي الساحلي يعرف كيفاش يتعامل مع الافكتيف متاعه حتى تكون ثم بطولة قوية بصراحة يزينها ما ترجل رياضي التونسي كل موسم تهز البطولة خمسة مواسم متتالية لا حياته لمن تنادي لا للنادي الافريقي واللي بصراحة الموسم الفارت ما نجمش اللوما على خطر عندها برشة مشاكل كيف كيف لا حياته للنجم الرياضي الساحلي لحياته للنادي الرياضي الساحلي ان شاء الله الانديا هذي الموسم القادم تكون حاضرة مليح حتى تكون عندنا بطولة قوية هاكم شفتوا وقت البطولة ضعفة والترجي ما عادش عنده حتى منافس اثر على الانديا في البطولات الافريقية اثر على الترجي الرياضي التونسي في الشامبيانز ليغ وشوفناه الخروج بصراحة خروج من نجم نقول عليه كان مذلب فريق كبير في حجم الترجي الرياضي التونسي ينهزم في رادز ضد الاهلي كيف كيف ينهزم في ملعب التيتش في مصر كيف كيف شوفنا النجم الرياضي الساحلي الخروج متاعه المذل في كأس الكون فيدرالية الافريقية اللي كان النجم الرياضي الساحلي يسول ويجول في الشامبيانز ليغ ولا كأس الكون فيدرالية معادي شينيز جميوس الفير كيف كيف حدث ولا حرج على النادي الرياضي السفير ان شاء الله نعود نقولها الانديا تكون حاضرة الموسم القادم وخاصة النادي الافريقي لكلوب تعيش تونس تعيش اشتركوا في القناة